فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله يقول لهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانها فتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا نعم لما ذكر الله سبحانه وتعالى عداوة إبليس لبني آدم وذكر فعله مع أبيهم آدم عليه السلام قال أفتتتخذونه أي إبليس أو الشيطان وذريته أولياء من دوني تتولونهم وتصادقونهم وتطيعونهم وهم لكم عدو الله بين عداوتهم لبني آدم من أصل عداوة أبيهم عليه السلام فهم عدو لا تزال عداوتهم مستمرة فلا يجوز للعاقل أن يتخذ عدوه صديقا أو مبغضه محبا لأن عدوه لا يألو جهدا في الإضرار به وإن تظاهر له بالمواخات والموافقة نفاقا وتملقا إلا أنه يبطن الشر فتتخذونه وذريته أي إبليس وجنوده أولياء من دوني تطيعونهم وتحبونهم وهم لكم عدو هذا تنبيه على وجوب العداوة لهم وهم لكم عدو ماذا منه عدو فأتخذوه عدوة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هذا محل الشاهد من الآية بئس للظالمين بدلا فكما أن الله أبدلنا بعيد المشركين عيدين إسلاميين فلا يجوز أن نتخذ المبدل ونجعله مع البدل بل نقتصر على البدل فنحن نوال الله ونتخذ الله وليا وعباده المؤمنين أولياء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فهم أولياؤنا فنكتفي بولاية الله ورسوله والمؤمنين عن ولاية الشيطان وأعوانه ولا نجمع بين هذا وهذا